السلام عليكم. اهلا ابنائي وبناتي طلب وطلبات الصف السادس. ارد ان شاء الله. نكلم عن كتاب المنهج العادي. المستوى العادي. نكلم عن واحدة الخمسة باختصار كده. العنوان بتاعها ايه? يعني في المدينة. look at this page. بص مع بعض هنا. what can you see here? how many pictures can you see? عندنا هنا كم صورة. there are two pictures. عندنا سورتين. what can you see in these pictures? ريفين اف صور القدامنا دي. there is a man. في رجل هنا قعدها. and there is a boy. في ولد. it seems that they are in a park or something like this. شكلهم كده اما قعدين في بورك او قعدين في الشارع في مكان كده لطيف. they are talking. the man is sitting. and the boy is walking in picture number one. الرجل اللي قعد هنا. he is reading a newspaper. مسك مع جريدة وبيقرأ فيها. والولد هنا بيعمل ايه? he is listening to music. بيسمع مزيكة. شو باقي اللي بيحصل هنا? hi مستر سامي. hello كامال. have a seat. قال له اهلني مستر سامي ازيك? قال له hello كامال. have a seat. يبدأ مستر سامي والولد اسمه ايه? كامال. have a seat. يعني شكرا. it's cold today. يعني it's cold day. يعني جو بارد اليوم. لما يجي عبر عن الطقس او صفحة لطقس بستخدم دايما it's. بستخدم الضمير it. وبعدين حسب بقى الزمن. it's cold today. قال له that's right. معك حق. اما يكون متفق مع حد في الرأي بقول that's right. it's 23 degrees. يعني درجة الحرارة الثلاثة وعشرين. برضو استخدمت ايه هنا عشان اوصف حالة الطقس? كيبنا كلمة it's. wow. do you think it's going to rain? تفتكر الدنيا هتمطر? it's going to. ده بنسميه زمن. مستقبل قريب. مستقبل. am is or going to زيد المصدر. do you think it's going to rain? maybe it's getting cloudy. قال له may be. يعني ربما. لان الدنيا مالها. it's getting cloudy. يعني بيتغيم كده فيه غيوم. فيه سحاب كتير في السماء. برضو استخدمنا ايه عشان نوصف حالة الطقس هنا. كلمة it's. so how's your family كمال? طيب. قل لي بقى كيف حال اسرتك يا كمال? كيف الحال? اسمع ايه هنا? كيف حال اسرتك? how's your family? بستخدم الجملة شبه دي لما باجي اتكلم في الايميل. how's your family كمال? وعشان هنا بوجه كلامي لكمال باجي قبل كمال حطينا قوم على السطر. اخد بالي من حاجات دي عشان لو جات لي في 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 الامتحان. في علامات الترقيم. ماكن بنادي على شخص باجي قبل اسمه وحط قامة. they are fine. they are fine يعني هما بخير. قلنا how's your family? your family هنا اعتبرناها مفرد عشان بيسأل عن الاسرة ككل. فقلنا how is. يا معناها عائلة بس تستخدمنا معها is عشان هنا بيقصد العائلة ككل كده. بعد كده لما جي رض عليه قال له they are fine. they are fine. يبقى هو هنا بيتكلم عن الافراد كلهم عشان كده استخدم كلمة they are. they are fine but my sister has the flu. كلهم بخير لكن اختي عندها flu. اللي هي الامفلوانزة. sorry. has. لما يكون ما جاوصف الحد مصاب بمرض معين يعني بستخدم verb to have. have or has. my sister has the flu. I'm sorry to hear that. يعني انا اسف او الناس معي الاخبار دي. يبقى لما اسمع خبر مش كويس. حد بيقول لي عن نفسه خبر مش كويس. تعطفا معي بقول له ايه. I'm sorry to hear ذات. يؤسفني ذلك. فقال له ايه. it's not serious. يعني الموضوع مش خطير. serious يعني خطير. she's doing better today. هي النهاردة احسن. فقال له ايه. good. كويس جدا. وبهجأة كده لقي الدنيا بدأ التمطر. فقال له look it's starting to rain. لو بص كده انظر ده بدأ التمطر. it's starting. جملة بدأ بلوك. يبقى زمن الجملة هيبقى موضرة مستمرة. عشان كده قال it's starting to rain. I'd better go home. قال له انا. I'd better يعني من الافضل. I'd better اختصر كلمة هنا ايه. I had better. بيجي بعدها infinitive يعني فغلة في المصدر. I'd better go home. من الافضل ليه ان انا همشي. take care كمال. خد بالك من نفسك يا كمال. by mr sami. خلصت المحادثة بتاعتنا. نقرأ مع بعض الكلمات. please repeat today. tonight. fine. serious. maybe. flew. conjugation of verbs. تصرفات الافعال. regular verbs الافعال المنتظمة اللي احنا بنحولها للبست باضافة احنا بنقرأ المحادثة من شوية. لما باجي اوصف حالة الطقس باستخدم الضمير. it. قلنا it's 23 degrees. it's getting cloudy. it's going to rain. كمان كلمة family. قلنا انها ممكن تتعامل معاملة المفرد. وكمان الجامع. لو مفرد لما كنت بتكلم عن الاسرة. ككل. لكن ما اعملها معاملة الجامع. لو انا اقصد الافراد كلهم كل واحد لوحده. عشان كده سألوا كيف حل اسرتك. how is your family? كامال. they are fine. اما اجي اتكلم عن حد مصاب بمرض معين. لا قدر الله باستخدم ايه? verb to have. اللي هو have or has. my sister. عشان مفرد نجيب معاها has. my sister has the flow. i'd better اللي هي i had better. had better اختصارها apostrophe d وبعدين كلمة better. معناها من الافضل وانا بيجي بعدها infinitive يعني فعل في المصدر. i'd better go home. functions برضو تكلم عن ايه? asking about someone's family ما جاء سأل عنها اسرتك. بقولك ايه? how is your family? وانت ترد تقول لي? they are fine. offer اما اجي اعرض عليك حاجة. ما قلنا اتفضل وعد اسمها? have a seat. وانا رد تقولك ايه? thanks. agreeing to an idea. اما حد يقول رأيي وانا متفق معا في الرأي ده. it's cold today. ما قاله جاء برد النهاردة. فانا فعلا حسني الجاء برد. فقوله ايه? that's right. معك حق. it's 20 degrees. asking about the weather. اما جاسأل. sorry. على حالة الطقس باسأل عن الطقس ازاي? what's the weather like? او اقول how is the weather? how is the weather? ارتدائي مثلا. وبما يجاوب? قلنا بنستخدم كلمة ايه عشان اتكلم عن الطقس? it's cold. it's hot. it's rainy. اي حاجة. talking about the weather. اما يجي انا اوصف الطقس بردو. زي ما قاله هو في المحادسة. wow do you think it's a going to rain? تفتكر الدنيا هاتمغطر? maybe. maybe يعني ربما. باجبها لما يكون مش متأكد قوي من اللي انا بقوله. it's getting cloudy. telling bad news. لما قاله ماي سيستر هي ازفلو اختي عمدها فروانزا. اما اسمع bad news اخبار مش كويسة اقول ايه? i'm sorry to hear that. warning. اما جاحذر حد اقول خد بالك اسمها ايه? take care. take care كمال. اعتني بنفسك. lesson two في اليونت بيبقى word. word time. وقت الكلمات. زي ما احنا شايفين دي. اليونت اصل عنوانها يعني في المدينة. دي صورة كده مصغرة لحاجات اللي ممكن اشوفها في المدينة. زي ايه? عندنا feed the birds. number one. feed the birds. دي الولد اللي بيطعمل طيور هنا ده. number two. read the newspaper. بيقرأ جريدة. شايفين number two. الرجل اللي بيقرأ في الجريدة. number three. take medicine. بياخد الدوة. زي الطفلة اللي بتاخد الدوة دي. number four. meet a friend. يقابل صديق. شايفين الاتنين الاصدقاء اللي قاعدين هناك دول في الكافي شاب. number five. visit a museum. يزور متحف. number five هناك. في six. take the underground. اللي بتركب المترو. راكبين المترو تحت. number six. number seven. give a speech. اللي هي في يلقي خطاب هنا على اليمين ده. take a mass test. ياخد امتحان الرياضيات. شايفين الطلاب قاعدين في المدرسة فوقهم. بيحلوا التاست. bake bread. يعني يخبز العيش. شايفين البيكري قدامنا ها. وقفة بتخبز العيش اهي. الخبز. get a haircut. يعني يقص شعره. شايفين هنا البربرد شاب محل الحلق عندناه في number 10. نقرأ مع بعض الكلمات. repeat after me. قولوا معي يلا. feed the birds. read a newspaper. take medicine. meet a friend. visit a museum. take the underground. give a speech. take a mass test. bake bread. get a haircut. focus time بيتكلم يعني ايه هنا? عن حاجة اسمها. adverbs of frequency. يعني ظروف التكرار. ظروف الدل على التكرار. ازاي دي? اما a day. طيب مرة في الشهر كنت اقولها ازاي? once a month. مرة في الاسبوع. يبقى مرتين اسمها twice. ثلاث مرات شايفين number three. اقولها ازاي? three times a month. ثلاث مرات في الشهر. يبقى ثلاث مرات اسمها? three times. طيب اربع مرات هتبقى اسمها ايه بردو? four times. four times a year. اربع مرات في السنة. يبقى مرة واحدة اسمها once. مرتين. twice. ثلاث مرات three times. واربع مرات four times. واكمل بعد كده بقى five times. ten times. one hundred times. زي ما نعايزها. طيب الادفرز of frequency دي بتيجي مع زمن ايه? بتيجي مع زمن المدارة البسيط. فاكرينه خدنا كتير قبل كده. اللي هو بيعبر عن ايه? عن عادة او حقيقة. habit or fact. حاجة بعملها بشكل متكرر او حقيقة ثبتة. طيب بيتكوّب من ايه الزمن ده? بيتكوّب من ايه? stand verb. بتصريف الاول للفعل. يعني الفعل بدون اي اضافات. يعني ما جاول انا قلع? بقول i play. you play. طيب مع he وshe وat بعمل ايه للفرب? بحط له s or es. يعني اقول he plays. she plays. it plays. ال es لو كان الفرب اخره. s-h-o-x-z او كده. بقول he watches. ضفنالها. es. يبقى present sample tense. بحط الفعل بدون اضافات. لكن مع he she it and a singular noun والاسم المفرد. بحط للفرب s or es. ما جاكون عليه سؤال. بجي بفعل لمساعد ايه? do or does. does بتيجي مع مين? فاكرين. does بتيجي مع he she it and a singular noun. يعني he وshe وat والاسم المفرد. do بتيجي مع ايه? مع i we they you and a plural noun. يعني اي اسم جمع. اما جاسأل كم مرة? كم مرة اسمها how often? احنا اتكلمنا من شوية عن adverbs of frequencies. ظروف الدل على التكرار. زي كلمة once or twice or three times وكده. دول فيهم تكرار. يبقى انا كنت باسأل بيه عن ايه بقى? عن عدد مرات التكرار. كم مرة اسمها? how often? يبقى كم مرة اسمها ايه? how often? اداة استفهام بتيجي غالبا مع زمن present sample. المدارع البسيط. how often do you read a newspaper? كم مرة بتقرأ جريدة? جبنا هنا do عشان الفاعل you. how often does she read a newspaper? مع she جبنا فاعل مساعد does. وبعد do or does infinitive يعني الفعل في المصدر. حطينا read بدون اي اضافات. طيب لما اسأل how often do you read a newspaper? كم مرة بتقرأ في الجريدة? ارد اقول ايه? you بتتحول في الاجابة? ل-i. يبقى اقول i read a newspaper once a month. اقول بقى بعملها كم مرة? once a month. طيب. حطينا هنا read بدون اي اضافات عشان في المصدرع البسيط مع ايه ما بضيفش حاجة للفعل. how often does she read a newspaper? ده بقى السؤال فيه does. فاعل مساعد does. اما السؤال يبقى فيه اعرف ان انا في الاجابة هحط اس للفرب تاني. اقول she reads the newspaper once a month. بتقرأ الجريدة مرة في الشهر. حطينا اس هنا للفرب لان الجملة بدأ بشي وعشان السؤال كان فيه فعل مساعد ايه? does. واده شكل السؤال في المضارع البسيط. ناخد امثلة تانية. how often do you get a haircut? كم مرة بتقص شعرك? do you? يو بتتحول في الاجابة? لا i. وحط الفرب زي ما هو. طالما عندنا i وطالما للفعل للمساعد do. i get a haircut twice a month. مرتين في الشهر. how often does she take medicine? does she? يبقى هو قول ايه في الاجابة هنا. هبدأ بشي وحط للفرب اس. she takes medicine three times a day. reading time. القراءة اللي عندنا درس الريدنج بيتكلم عن قطعة لديزة جدا. do you Sarah? شايفين هنا شكل الباسدج لقدامي. دي شكل القطعة دي كأنها ايه? كأنها an article from a magazine. كأنها مقالة متاخدة من مجلة. there is a picture of a girl في هنا. صورة لبنوتة حلوة كده. واضح ان هي بمنتظرة بترد على رسائل او حاجة. طب نشوف رسالة اللي جايالها بقى. dear Sarah. عزيزتي Sarah. i'm 13 years old. انا عندي 13 سنة. and i have a big problem. وعندي مشكلة كبيرة. my little brother is a pest. اخوي صغير شخص مزعج جدا. a pest. pest يعني ايه? يعني شخص مزعج. he follows me all the time. يعني بيمشي وراي على طول. يتبعني طول الوقت. and always bothers me and my friends. ودايما بيضايقني ويضايقني انا واصدقائي. bother. اخد بال من كلمة bother. bother يعني يضايق. he goes into my room and takes my things without asking. بيدخل حجرتي وياخد الاشياء بتاعتي من غير ما يطلب مني. my mom tells me to be patient because i'm older. ماما بتقول لي خليكي patient. يعني صابورة. اصبوري عليه. استحملي. لاني انت كبيرة. it's not fair. بتقول لها بقى ده هذا ليس عدلا. ده مش عدل. fair يعني عدل. what can i do? ماذا يمكنني انا افعل اعمل ايه? وموقع بقى التوقيه بتاعها ايه? going crazy. يعني خلاص اللي هتتجنن. فقالت لها ايه بقى صورة? dear crazy. يعني عزيزتي المجنونة. your little brother loves you very much. يعني اخوك الصغير بيحبك جدا. and wants your attention. وعايز انتباهك. عايز اهتمامك. spend time with him. يعني حاولي تقضي معا وقت. اعودي معي. tell him he can use your things. but he has to ask first. قولي له ان هو ممكن يستخدم اشيائك لكنه مفروض يطلب منك الاول. help him find some friends. وساعدين هو اليه اصدقاء. and don't forget. ما تنسيش. he will grow up. ما تنسيش ان هو هيكبر. مش هيفضل صغير كده على طول. وهي موقع باقي سارا. طبعا كلكم بتمروا بالمشكلة دي في بيوتكم. جايب لنا الكلمات المهمة. past معناها شخص مزعج. without يعني بدون. patient يعني صبور. ولو جات صفا يبقى معناها. لو جات هي هنا صفا معناها صبور. لو جات اسم يبقى معناها شخص مريض. crazy معناها مجنون. spend time يعني يقضي وقت. bother معناه يضايق او يزعج. tell يعني يخبر. fair يعني عدل. attention يعني انتباهة او اهتمام. grow up يعني ينمو او يكبر. repeat after me. past. without. spend time. bother. tell. fair. attention. grow up. crazy. patient. big. little. older. all the time. go into. it's not fair. without asking. little brother. problem. room. things. follow followed. bothered bothered. tell told. spend spent. hey love loved. use used. borrow borrowed. want wanted. ask asked. help helped. have his to head to. find found. forget forgot. grow up. grew up. can't could. دي الجمل اللي جات فيه الباسدج بتاعتنا. روها كويس ويتذكروها عشان هتحتاجوها لو جلنا نكتب باريجراف او ايميل عن الموضوع ده. i have a big problem. يعني لدي مشكلة. my little brother is a pest. اخويا شخص موزيق. he follows me all that time and always bothers me and my friends. يعني بداينا نصدقوي. he goes into my room and takes my things without asking. يدخل قوضة ويخد الحاجات بدون ما يستأذن. my mom tells me to be patient because i am older. ما بتقول لي سبوري عشان انت كبيرة. your little brother loves you very much and wants your attention. اخو كيبي يحبك وعايز اهتمامك وانتباهك. going crazy يعني اللي سوف تتجنن. كمان عندنا reading time في الworkbook. اي قطع في الكتاب سواء في الستنتبوك او الworkbook مهمة جدا ممكن جدا يجنن زيها في الامتحان. فلازم نذكرها كويس. dear Sarah. بعت برضو Sarah. dear Sarah. there is a pest in our class at school. بتقول ليها فيه ولد موزيق شخص موزيق في فصلنا في المدرسة. his name is Hussam. اسمه حسام. he follows us all the time. بيمشي ورانا على طول. and always bothers us. ودايما بيضيقنا. he takes our things without asking. كمان بياخد حاجتنا من غير ما يطلب. ولا يستأذن. our teacher told us to be patient. المعلمة بتقول لنا خليكوا صابورين. اسبروا عليه. it's not fair. what can we do? ده هايزة ليس عادلا ماذا نستطيع ان نفعل. honey and try me. يعني موقعين اللي بعتين الرسالة. honey and shame me. dear honey and shame me. عززتي هنا أو shame me. حسام bothers you because he wants your attention. حسام بيزعبكم لأنه محتاج اهتمامكم أو انتباهكم. spend time with him. قضوا معه وقت. help him find some friends. ساعدون هو يلاقي أصدقاء. موضية اسمها سارا. حالة كده. البسطة بتاعتنا. الأسئلة بتاعتها ايه. number one. who's the best من الشخص المزاجل في القطعة؟ حسام. حسام is a best. number two. who told honey and shame me to be patient. من اللي بيقول لهم يصبروا؟ their teacher told them to be patient. teacher هي هو اللي قال لهم أو teacher هي اللي قلت لهم. number three. why does the best bother هنا؟ عشان ما لي بيزعجهم؟ because he wants their attention. لأنه محتاج اهتمامهم وانتباههم. دي تمرين على الينت. هلا بسرعة كده. دي محادثة بتبقى استماع بالنسبة لطلاب المدارس. في الأظهر ما تبقىش استماع انت هتكملها لوحدك. فنقرأها كلها من أولها لآخرها لأول. قبل ما نبدأ في الحل. حتى لو أنا هسمعها من teacher. أقرأها لأول عشان لما teacher ييجي يقول المحادثة. أبقى جاهز وأعرف كلمة إيه اللي نقصها. أكملها ورا على طول. hi mister sami. hello camille. have a seat. تفاكرين have a seat. تفضلوا عود. oh it's a day today. it's a cold today. do you think it's going to rain. تعتقد انها تمطر؟ what do you think? maybe it's getting cloudy. how's your family? they are fine. but my sister had my brother had an accident. طبعا حفظ المحادثة مهمة جدا. المحادثة اللي عندك في اليونت. حاولوا تحفظوا كل المحادثات. هتسهل لكم حل كل حاجة في الامتحان إن شاء الله. نشوف كده اللي تشوز بتاعنا. number one. she a newspaper once a month. بتقرأ. كلمة once a month معناها إن الجملة دي في المضارع البسيط. يبقى she a? she reads. آخر حاجة. مع هي وشي وقت نحط الverb as في المضارع البسيط. يبقى she reads. number two. I'd better. I'd better بيجي بعدها ايه? infinitive مصدر. يبقى go. I'd better go home. number three. she bread once a day. برضو once. بدول عالمضارع البسيط. يبقى she bakes bread. bakes. number four. he goes to my room and takes my things. وضوت. ها بتشتك من أخوها. وضوت بيجي بعدها اسم أو verb ING. أخذ بالي من الحكاية دي. يبقى وضوت asking. بدون ما يستأذن. asking. number five. your teacher you very much. your teacher loves you very much. بيحبك جدا. they take a once a month. بياخدوا ايه مرة في الشهر. they take a test. بياخدوا اختبار. تمام. number seven. do you think it's going to rain? it's a sofa. it's a sofa. it's a sofa. number eight. my. a has the flu. my sister has the flu. ما ينفعش طبعا ايه حاجة من تانيين. my brother is a pest. he always aim me. اخويا مزعج يبقى دايما بيه دايقني بيزعجني. يبقى bothers. he always bothers me. كده خلصنا الليل بتاعتنا. اتمنى تكونوا فهمتوها. تابعونا ان شاء الله نكمل المراجعة. على باقي منهجنا. thank you goodbye.